انتخابات ان شاء الله نزيل انتخابات ان شاء الله بتعبر عن الشعب اقبال كبير يوم الاتنين والتلات والنهاردة مستنيين ان احنا نعرف ان شاء الله نتيجة الفردي طبعا فيه ايجابيات وفيه بعض السلبيات ولكن بكل المقاييس اكيد مش هتبقى سلبيات اللي مرنا بيها مش زي السلبيات اللي كانت في العهد القديم معايا الاستاذ محمد واكد عضوى المكتب السياسي بالجابهة القومية للعدالة والديمقراطية صباح الخير افاني صباح النور حضرتكو زي ما انتو حضرتكو متوجدين في التحرير زي ما متوجدين برضو في الانتخابات وكنتو شايفين اللي بيحصل في الانتخابات بالضبط احنا عندنا فرق مرابف اكتر من لجنة تمام انا يعني انبارح رحت انتخابت والصباحه دليل انا مش عارف يعني حكاية ان انا لازم اختم دي بعد ما امشي مش عارف ليه يعني بس والدتي مسلا ما ختمتش بصباحها مش عارف يعني الحكاية دي حانعرفه برضو لكن اللي انا حسيته وقلته دلوقتي برضو في المقدمة بتاعت الحلقة انه الاقبال كان يوم التلات في بعض اللي جان ما كانش زي يوم الاثنين تفتكر ليه اه لانها هي مش باليوم هي انك انت المجموعة اللي نوية انتخب معظمها الكتلة الاكبر صوت بفعل يوم الاثنين مم فاللي فضل وعايز ينتخب نسبة قليلة وده تم اه يعني ده عوضها في يوم التلاتة مم وعامة انتخبت بتتعامل فيهم واحد نعم حتة انك تعملها على يومين دي كان نظرا لحسابات معينة لها دعوة به انك انت هتكشف الكشف نعم وبعدين تروح على صندوق اولاني وبعدين تروح على صندوق تاني وموضوع فيه لغبطة في الناس بتتساءل ساعات القاضي مم فحتاخد وقت اه فقالوا يعملوها على يومين عشان كده اه اه انما هي المفروض تتعمل على يوم في معظم دول العالم بتتعمل على يوم طيق اه من ضمن برضو سيد محمد الملاحظات اللي انا يعني وانا بقودلي بصوتي يعني القائمة الفردية عدد لا بأس به اوي بصرح يعني عدد كبير اوي يعني القائم الخاصة به القائم وكده يعني عدد اوكي احنا عارفين الحزب جده الحزب ده الحزب ده الحزب ده الحزب ده انما الفردي عدد كبير جدا وتقريبا احنا ما عارفهمش صحيح هو الفكرة كالقاتي القوائم الحزبية هي قوائم يعني هو المبدأ اللي معمول عليه هو مبدأ يرسخ الى حد ما الى الدكتاتوري لان كنت لازم تبع حزب مسجل والعزب المسجلة دي اجمالي عدد اعضاءها لا يتجاوز متين وتمائة الف عضو على بعضهم كده كلهم الشيلة من اول حزب الاخوان لغاية حزب مصير الاحرار فهم دول بس اللي ممكن يلعبوا في تلتين البرلمان فده يعني ترسيخ لمبدأ دكتاتوري وقبل كده محكمة دستورية محكومة قصرا في عدد صغير الفردي بش كده الفردي مفتوح اي حد عايز يرشح نفسه بيرشح نفسه فبتلاقي ان كتير بقى من المجتمع لها ومرهاناتهم لي ومنهم شايفين ممكن يخشوا وبتقوى هكذا بيخشوا ولكن طبعا في الاخر بتعمل اعادة ما بين اعلى اتنين لان ما حدش هجيب النص نص للاصوات لازم عشان تنجح في الفردي تجيب اعلى من خمسية في المائة فلو ما جبتهمش بياخدوا اعلى اتنين وبيصفوا مع بعض وبيشوفوا بتسمى انتخابات الاعادة انتخابات الاعادة بالزبط وفي اغلب الزن معظم الفردي فيه اعادة يعني عشان نفهمها اكتر لو انا هفترض ان فيه في الفردي اتنين جابوا نسبة زي بعض فبناءا عليه احنا بنعبل انتخابات اعادة ولا افترض ان انت عندك تمانين مرشح كويس معظمهم جابوا اتنين في المائة تمام? واحد تاني جاب عشرة وواحد جاب اتناشر ما حدش فيهم الاتنين الكبار عشرة واتناشر ما حدش فيهم عدى الخمسين هتاخد ابوه عشرة واتناشر تصفي معاه في اعادة ما حدش عدى الخمسين في المائة لو حد عدى الخمسين في المائة هيكسبه خلاص مش محتاج اعادة خلاص لكن هو اللي بيكسب في الفردي لازم يكون عدى الخمسين في المائة في الانتخابات اللي بتقوحه له للمجلس الشعب خلينا نخش بقى على الايجابيات والسلبيات خلينا نبتدي انت شايف ان في ايجابيات كتير انا شايف السلبيات اكتر كتير من الايجابيات شايف ان السلبيات بكتير اكتر بكتير جدا مع ان كل الاوساط السياسية بتقول ان ايجابيات اكتر من السلبيات ولكن يعني احنا ممكن نرس ده وده طيب تفضل خلينا نبتدي طيب بالسلبيات الكتير اول اللي انت بتقولها دي اول السلبيات ان احنا بنسأل الناس انتخبت مين يقولك كذا هتقوله ليه برنامجه ايه ما يعرفش مفيش ناخب دخل الانتخابات دي اعرف هو انتخب الناس دي ليه غير عمتا هو رد فعلا ضد طيار معين يا اما انت لبرالي فمش عايز انتخب الاخوان يا اما انت ديني وخايف على هوية الدولة وهيشيبهم مادة تانية فالحا اشد السور وهكذا انها برامج الاحزاب دي كلها بدون استثناء يعني ديني مدني مش عبق خده خده كله على وقده مش معروفة لحد نهيك عن الفردي لا اسامي ولا برامج يقولك انا راجل كويس فاساس الانتخاب اساسا في 99% بالحالات اللي شفناها سيئ جدا بالاستثناء يمكن انتهار الثورة مستمرة لانه عنده برنامج والمجموعة بتاعته راديكالية وصغيرة جاية من التحرير فعارفهم كويس وعافين بعض الاسم مش هيخده حاجة بالاخرى فعم نتكلم على انتخابات حقيقا في الممارسة لا اه يعني افراخت اعمالية الانتخاب من مضمونها بادئ زي بدء اه وحالات اتجربها اسأل اي واحد انت انتخبت ليه يا هيقولك عشان هوقف الاخوان يا هيقولك عشان هوقف سوي رس يعني او حاجة على هذا الممارسة في الغالب الاعمال طب استاذ محمد يعني انا حمشي معاك في اللي انت بتقولك اه وحتبنى اه فكر بسيط شوية ما هو انا لو انا وصلت لل وتوغلت كده بالراحة بهدوء ايه الاحزاب اللي هتقولها تقريبا كلهم حيقولوا تقريبا اه نفس البطالة او نفس الاتجاهات لا مش هي انهم عايزين مصلحة مصر ما عادة ما عادة الطيارات الاسلامية اه والطيارات اه يعني الباقية نقدر نقول غير صحيح الطيارات الباقية غير الاسلامية مش كده اه مثلا حزب التجمع يختلف اختلاف بينة عن حزب المصرين الاحرار اه اه واحد اساسا معظم كتلته وان كان ما بيحطهاش في البرنامج الفرق مؤمنة بالتأميم الفرق ما بينهم واحد رأسمالي بحت اه يعني عندك واحد عايز يأمم سويرس شاخر شركة مع سويرس مثلا يعني مغلد نظر عن ايه الصح وايه الغلط اه ده اختلاف بين اه ده النقيد تماما يعني اه وان كان دخلين في التحالف مع بعض طبعا انت كناخب شايف ايه في التحالف ده هو ما بيقاش شايف ايه من برامج حقيقة ولو فصلت البرامج على السياسة الخارجية وعلى السياسة الداخلية وعلى السياسة الاقتصادية هبوس لأي لا فيه اختلافات اتنين زي ما قلت الاحزاب دي محكومة مش اي حد بيلعب اه فانت محكم في المتسجل وفيه ناس رفضة اساسا قانون للانتخابات فما تخلجس تسجل فده يعني اللي نقول ان دي اول السلبيات بس السلبيات ده دي السلبية على المستوى السياسي في الاساسية على فكرة بدون القطعة كلامك انا وقعت في الحتة دي لما بصيت للفرضي ولقيت عدد كبير جدا من الاسامي لتديى تبقى حيران اه. يعني. ما ده. اذا ما كنت شبقى داخل كويس قوي عارف مين ومين. اه. يبقى. ما هو اللي حارتك حاجة. هو العملية الانتخابية مش ما اسألت الاختراع. اه. العملية الانتخابية من اول الدعاية. اه. وتعريف الناس. فده يدل على فشل العملية الانتخابية كعملية. طيب. يمكن الاقتراع نجح. اه. اه. اي. ولكن العملية الانتخابية كعملية. اه. فشلت لانك اذا مش قادر تقول لي انت اتخابت لي. اه. او حتى عندك غرضك ايه. تمام. تمام. وكان المحاك الرئيسي فيها اللي استقطاب ما بين القوى الدينية. اه. والقوى اللي برالية. تمام. اه. ده اول دي اول ملاحظة. طب. انا انا هزيبك تكمل الملاحظة التانية. لكن برضو انا هدافع عن ان احنا لاول مرة بنعمل الانتخابات. اه. والمفروض انها شفافة. المفروض ان هي مش محباش حباش تزوير. المفروض ان الشعب المصري نزل وبيحاول ينزل واكتر واكتر ان هو يشارك. يمكن من سنين طويلة اول مرة. تمام. احنا كنا نطمح. برضو ممكن نقول عليها ان احنا. صحيح. بس احنا كنا نطمح ان الناس اللي بتنتخي بتبقى عارفة تنتخي بليه. بالضبط. يعني اولا وشوية اكتر. تمام. صدر. مش مش ابيض خالص. عارفت. سن صغير. صدر. ايه السلبيات تاني? السلبيات بقى على المستوى الاجرائي. ودي اقل خطورة من السلبيات على المستوى السياسي اللي انا اتكلمت علي. على المستوى الاجرائي يعني محردك قلت والدتك ما ختمتش. محردك موضوع تاني انت شاهده. مم. وده حصل كتير. مم. حسنا على فكرة الختم ده. ده عارفت ان هو مجرد ان انا بحط سألتهم على فكرة في اللجنة. هو انا مسلا ببصم مسلا على الورقة اللي انا حطيتها في الصدق قلت لك. لا. هو مختمة بالختمة. ده بيعلمك والختمة ده المفروض ما بيحبر مش سهلت. اه. ما هو ده فعلا الحال دلوقتي من تلات اربعة ايام المفروض. طبعا في بعض الاحبار مش شغالة كده. طب الهدف ايه حضرتك معلش حشان? انك ما تخشش تاني في واحد شبهك ببطاقة تانية. اه. اوكي. تمام? فحضرتك اللي حصل ايه? في اصيوت مسلا على سبيل المسال مسكوا واحدة معها خمستاشر بطاقة. مم. منتقبة. بتخش. مم. بتكشف حتة صغيرة كده. فبتبلف الواقف. يعني وبيخش. مم. وفي برسعيد ما كانوش بيبصوا على وشها اصلا. وبتقول لهم ايدي حرامة طلحها. عشان ما محدش يشوف ايدي. والقاضي تساهل وتم عزله على فكرة. تمام? مم. فاحنا عندنا حالتين حصل فيها فعلا سوق استخدام لعدم البصم. انك انت ففيه سوق بطاقة. مم. تجيب حد شبهه شبه شوية. لان احنا مش شبه بطاقنا. في النهاية. ممكن واحد يعدي مكان واحد. عندك كزا حد شكل معين. مم. لو ما عملتش ده. او لو عملت بحبر بيوزيل يبقى يبقى فيه تعدد اسوات. مم. فدي مسلا من الحاجات واحد. اتنين. اه. كده اتنين. ده واحد. اتنين في حالات. لا تلاتة. انا بنعدي الوقت. اه. فيه اه حالات لبطاقة الدورة. وتمسكت مع حزب النور السلفي. يعني ايه بطاقة الدورة? يعني حالتك تيجي اه قديك قرشين وتقول ما تنتخبش حط ورقة بيطة. وهاتلي الورقة فاضية. تجيب هالي. وقديك الفلوس بتاعتك. تروح معلم اسمك. تمام? او حزبك. ماشي وتجيب واحد تقول له. هتاخب متين جنيه. تحط الورقة المتعلمة دي وتجيب لي التانية فاضية. اساس محمد اللي انت بتحكي ولي ده انتو مسكتوه وشفتوه? ده مكتوب في الاهرام. القاضي سجلها. في حزب النور في اسكندرية في لوران. هل ده كان عدد كبير ولا ده حالة حالتين. ما تداشش تعرف. وانت لما مسكت واحد داخل بيها ده معناه ان فيه واحد خرج بالورقة فاضية. كم مرة حصلت ما تداشش تعرف. ما بتمسك واحدة ببطايق ما بتداشش تعرف. طبعا الحجم ربما مش كبير اوي. هتقدرنا انه مش هيبقى كبير اوي يعني. ولكن في الحكاية يعني. ففي دي ممسوكة في اسكندرية. في بطايق مضروبة ممسوكة. الاجراءات بتاعة الدخول والخروج والزحام اه قدت الى ان فيه ناس كانت في الطبور ومشيت. وما جاتش تاني. زهقت. وفيه دي حصل في لجان كتير اوي للأسف الشديد. والاهم ان فيه لجان في مناطق معينة اه اه يعني الصدفة جات انه هم اه حصل على يوم زحام شديد وتقفلوا وشبه تلغوا تقريبا لانه بيتفتحوا النهاردة بس نص يوم اه تصادف انه هم في مناطق ذات كسافة اه قبطية. اه. فده عمل كلام على ان يعني كان في الزتون وفي الظاهر في الكلاج دلسال وفي عين شمس المناطق اللي فيها كسافة قبطية شديدة تصوطية. اه. اه. تعم? فده طبعا اصار اه حفيزة كتير من من الناخبين الاكباط ان ده محاولة ليه ضياع صوتهم. بالزات في الظاهر اللي انه ما حتش كان فيها متقفلت ليه. قالك زعاقوا فيها زعاقوا فيها بما يمنع من سير العملية الانتخابية ولكن كافة الشهود بيقولوا ده ما حصلش. اه. زي ما تقولي ايه كده وكمان بتقولي صباح الخير وراح قفل اللجنة. اه. فده عندك كتلة مهمة منعت من التصويت. اه. ويعني يقال انها اتفتحت اه امبارح نص اليوم فما نعرفش ادروا ولا ما ادروش دي حاجة لازم نلحق عليها. ده ده تجاوز خطير. اه. يبدو ان هو حصل هرج ومرج. اه. ده في التقرير. فالرجل القفل ده بيحصل في بعض اللجان. اه. لكن ان اه اه يعني ان ده يمشي مع ديمغرافية المنطقة. اه. ده هنا بنبتري نفكر بشكل مختلف. اه. الحاجة التانية في الكلام على نسب المشاركة. نسب المشاركة احنا بنتكلم على سبعين وتمانين ومشا فيه كلام كبير قوي. والاقل حاجة بتقول لك خمسين وستين. نسب المشاركة في حدود تلاتين خمسة وتلاتين في المائة. اه. طبقا ليه? للناس اللي شافت وتبقا ليه. انت بتكلم على التسعة محافظات اللي شاركه في يوم الاتنين والتلاتة. اه. نسبتها تقريبا من عشرين لتلاتين. لأ اه. تلاتين خمسة وتلاتين. تلاتين خمسة وتلاتين في المائة. اه. ربما اربعين على اقصى حد. اه. لكن النسب اللي بتتقال اعلى. اه. تعم? وده مستحيل. مم. مستحيل تجيب النسب دي. اقول لحرقتك. انت بتاخد تلات اضعاف لاربع اضعاف وقت الاستفتة. ايه. الاستفتة قعدت اللي جان شغالة وتطويلة طول النهار لمدة يوم كامل. مم. عشان تجيب اربعين في المائة بس. اه? لو انت تلات اربع تضعاف في الوقت يبقى انت محتاج تلات او اربع ايام. مم. مستحيل تجيب اربعين في المائة من اول يوم. مم. تعم? مم. بالذات ان اللي جان كانت مقفولة معظم الوقت. مم. تأخر فتحها. مم. فالارقام دي شوية غريبة. مم. وبما ان السنديق دي بيتة في الله اعلم. مقفول عليها طبعا وكل حاجة وعلاني وراسي. بس دي سابقة برضو تاريخيا. ما تحصلش في الانتخابات ممنوع. مم. اخر اليوم لازم يتفرز ولازم يتفرز في مكانه. ده ده مبدأ انتخابي آآ عالمي. مش مش بتاعنا يعني. معين مبادئ نزهت الانتخابات. كويس. فاحنا ما نعرفش زي قدروا يعملوا اكتر من الاستفتة في وقت يساوي تلت او اربع او خمس اضعاف كمان الاستفتة لان في ناس بتسأل انا مش فهم انا عايز كزا اعملها ازاي. مم. كتير كتير. عموما غالبا.